بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين السلام عليكم للباطل جولة وأية جولة وللحق دولة ولدولة الحق صولات وصولات وصولات وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثلي بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري إنه مذهب مراجع مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية الحلقة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة من برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة إمام زماني كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا لا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين في الحلقة الماضية والتي كانت الأولى من حلقات هذه المجموعة التي عنونتها صولة الخمر وضعت بين أيديكم مجموعة ملاحظات مهمة لا أريد أن أعيد ذكرها لكن المطلب الأهم الذي حدثتكم عنه هناك خطتان خطة محمد وآله صلوات الله عليهم وخطة إبليس وآله عليهم لعائن الله خطتان ونحن نعيش بين هاتين الخطتين خطة تابعة لمحمد وآله وخطة تابعة لإبليس وآله إذا أردنا أن نتوغل في الحديث في طوايا هاتين الخطتين وهذا هو الذي سأفعله في هذه الحلقات وأحاول أن أفصل لكم القول بخصوصه إذا ما توغلنا في الحديث فيما يرتبط بهاتين الخطتين ستتدفق العناوين الرحمانية والعناوين الشيطانية وحينما أقول العناوين الشيطانية لا أتحدث عن انتسابها الفكري وإنما أتحدث عن مضمونها وإلا فكل هذه العناوين بمضمونها الرحماني ومضمونها الشيطان مستقات من ثقافة العترة هذه العناوين كلها إذا أردنا أن ننظر إلى منبتها الأصل فهي عناوين رحمانية لأني أخذتها من منابع الطهر من العيون الصافية من ثقافة عترة محمد وعلي وفاطمة هذه هي الجهة التي آتيكم بالبضائع منها بضائعنا من هذه الجهة من منابع الطهر من العيون النقية الصافية من محمد وعلي وفاطمة من كل هذا النقاء ومن كل هذا الطهر كلامهم نور هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور وأي نور إذن ستتدفق عندنا وفيما بيننا وأنا أحدثكم حديث الخطتين تتدفق العناوين الرحمانية والعناوين الشيطانية أتحدث عن مضامين هذه العناوين لا عن نسبتها فإنها رحمانية في نسبتها إلى ثقافة العترة الطاهرة أول عنوان يظهر عند الحديث في أجواء هاتين الخطتين وهذا ما هو بشيء أقترحه أنا فمن أنا حتى أقترح ما أقترح وحقائق ثقافة العترة بين يدي هم هم صلوات الله عليهم هم هم الذين قالوا لنا إن أول عنوان في خطتنا هو هذا العنوان طيب الولادة طيب المولد قطعا يواجهه في الجهة الثانية خبث الولادة خبث المولد حديثي هنا حديث الحقيقة ما هو بحديث العرف ولهوى بحديث التزييف طيب الولادة في العرف قد يطلق على ولادة الانسان إذا ما ولد في بيت رفيع بحسب الناس والبيت الرفيع هو البيت الذي يكثر ماله بيوت الأغنية بيوت رفيعة في نظر الناس بيوت الأقوية بيوت رفيعة عالية الحسب والنسب وإن كانت في حضيض القذارة والوساخ موازين العرف فيقال للذي يولد بحسب العرف في مكان طيب بحسب العرف يقال لولادته ولادة طيبة وهذا لا شأن لي به هذا منطق العرف والعرف في أغلب الأحيان يكون مجانبا للحقيقة قد يصيب العرف الحقيقة في بعض الأحايين لكنه في أغلب الأحايين يكون مجانبا للحقيقة ومنافرا لها بشدة وقوة فأنا حين أحدثكم عن هذا العنوان طيب الولادة لا أتحدث عن طيب الولادة بحسب العرف ولا أتحدث كذلك عن طيب الولادة بحسب النظام الشرعي لتقنين الحياة في النظام الشرعي الديني لتقنين الحياة الولادة الطيبة هي الولادة التي تكون نتاجا من زواج شرعي صحيح بحسب الموازين الشرعية ربما تكون المرأة أختا لهذا الرجل الذي تزوجها هو لا أعلم ذلك قد تكون أختا له من النسب أو من الرضاعة أو قد تكون محرمة عليه لأي سبب من الأسباب في واقع الأمر لكنه لا يعلم ذلك وتزوجها وفقا للموازين الشرعية التي تنظم الحياة وقد يكون الزواج شرعيا لكن النطفة تتكون من مال محرم وشاركهم في الأموال والأولاد إبليس يشارك الناس في أولادهم هذه المشاركة ليست خاصة بحالات الزواج غير الشرعي هذه المشاركة تكون مع حالات يصدق عليها عنوان الزواج الشرعي لأن الشريعة تضع قوانين تنظيم حياة الأسرة الشريعة نظام لمجريات حياتنا اليومية فليس هناك من ضرورة أن الأحكام هذه تحاكي الحقيقة وإنما تحاكي المصلحة العامة في مسيرة حياة الناس بشكل جمعي أو بشكل فردي وقد يقال للمولود الذي يولد في أي ديانة أو في أي أمة يولد ولادة صحيحة بحسب أعراف تلك الأمة إذن طيب الولادة الذي أريد أن أحدثكم عنه لا لا بالمعنى العرفي ولا هو بالمعنى الشرعي التنظيمي ولا هو بالمعنى السائد بين سائر الأديان والأمم ما يسمونه بالولادة الشرعية الولادة الشرعية التي تأتي بحسب قوانين البلدان وبحسب أعراف الأمم وبحسب أحكام الأديان على اختلاف مشاربها وأذواقها أنا هنا أحدثكم عن الحقيقة طيب الولادة منظومة لا علاقة لها بكل الكلام المتقدم قد يقع الزواج الشرعي في حاشيتها طيب الولادة منظومة هذه المنظومة ترتبط ارتباطا مباشرا بإمام زماننا بإمام كل زمان وحديثنا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يدخل فيها من يريد أن يدخل ويخرج منها من يريد أن يخرج فهناك منظومتان منظومة طيب الولادة التي هي من نتاج خطة محمد وآله وهناك منظومة خبث الولادة التي هي من نتاج خطة إبليس وآله أقرب لكم الفكرة بما جاء في الكتاب الكريم الآية الثانية والثلاثون بعد البسملة من سورة النحل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين في تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليهم لا أجد وقتا كي أقرأ النصوص أقرأ من النصوص عليكم ما أجده ضروريا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين في تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليهم إنهم طيبوا الولادة لأن الجنة لا يطعها إلا طيب المولد هكذا علمونا صلوات الله علي الجنة لا يطأها إلا طيب المولد هل هذا يعني أن أبناء الزنا لو أدخلهم الإمام المعصوم في منظومة طيب الولادة لا يطأون الجنة من قال هذا من قال هذا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين إنهم طيبوا الولادة إنهم جزء من هذه المنظومة يقولون سلام عليكم هذا السلام هو لطيبي الولادة إنها سلامة الولادة يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون في منظومة طيب الولادة الذين تتوفاهم الملائكة طيبين طيبوا الولادة لأن الجنة لا يطأها إلا طيب المولد يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون من سورة النحل إلى سورة الزمر وإلى الآية الثالثة والسبعين بعد البسملة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا أولياء محمد وآل محمد إنهم أبناء منظومة طيب الولادة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يا طيبي الولادة طبتم طبتم في الدنيا كنتم من أبناء هذه المنظومة الآية هذه تفتح آفاقا واسعة جدا للذي يتدبر فيها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تلاحظون أن صيغة السلام ذكرت في الآية المتقدمة من سورة النحل التي قرأتها عليكم قبل قليل طبتم فادخلوها خالدين يا طيبي الولادة ماذا نقرأ في الكاف الشريف هذا هو الجزء الثامن طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة الثانية والتسعين بعد المئة إنه الحديث الثاني والعشرون بعد الثلاثمئة بسنده بسند الكليني عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن ولد الزنا يستعمل حاله حال الآخرين إن ولد الزنا يستعمل يفسح له المجال أن يعمل الخير والشار الأمر راجع إليه قد يكون ولد الزنا أقرب إلى الضلال من الهدى الروايات تخبرنا من أنه يأخذه الحنين إلى الزنا من حيث جاء لكن هذا ليس بالضرورة يكون حكما قاطعا ونهائيا وكليا لكل أبناء الزنا ما ذنبهم إلا الذين يتشرب الشر فيهم من أول الأمر إلى آخر الذين يهتدون فإن الأئمة يدخلونهم في منظومة طيب الولادة إن ولد الزنا يستعمل إن عمل خيرا جزي به فإنه سيطأ الجنة وإن عمل شرا جزي به هذا منطق العترة الطاهرة فإن فإن عمل خيرا جزي به ستخاطبه الملائكة سلام عليكم طبتم طبتم لأنه سيكون طيب الولادة الحديث عن طيب الولادة لا علاقة له بالعرف ولا علاقة له بالتنظيم والتقنين الشرعي لمجريات أمور حياتنا اليومية ولا علاقة له بتقنين الحكومات والدول وأعراف الأمم والأديان الأخرى طيب الولادة عنوان لمنظومة تابعة لإمام زماننا هو الذي يدخل فيها من يريد أن يدخله ويخرج منها من يريد أن يخرجه في آخر حلقة يوم أمس قلت لكم اجعلوا شهر رمضان هذا موسما كي تطلب حاجتكم أن يكون همكم في الحياة موافقا لهم إمام زمانكم هذا هو الذي يدخلكم في منظومة طيب الولادة لا عشائرك ولا أسرك ولا أنسابكم الشريفة حتى لو كان نسبكم نسبا صريحا ينتمي إلى علي وفاطمة لن ينفعكم من دون إمام زمانكم لست أنا الذي أقول هم هم الذين يقولون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من الجزء الثالث من مجموعة عوالم الإمام المهدي هذه موسوعة عوالم العلوم مع مستدركاتها الموسوعة في أصلها للشيخ عبد الله البحراني والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي في قم المقدسة هذا الجزء الثالث من مجموعة عوالم الإمام المهدي صفحة 317 رقم الحديث 1804 من خطبة خطبها أمير المؤمنين في الكوفة وهو يقول وإياكم وإياكم والدجالين من ولد فاطمة الإمام ينسبهم إلى فاطمة هم لا يدعون الانتساب إليها الإمام ينسبهم إلى فاطمة وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين هؤلاء ينتسبون انتسابا حقيقيا لفاطمة ولذا فإن أمير المؤمنين في كلامه أيضا أشار إلى دجال يدعي الانتساب إليه وما هو بانتساب حقيقي ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني ليس مني ليس مني نسبا وعقيدة ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني وهو مقدمة الدجالين كلهم هذه الأوصاف تنطبق على أحمد إسماعيل هذا الذي يدعي أنه اليماني بنحو واضح أنا أنا لا أقول من أن الحديث قطعا فيه لكن الأوصاف تكاد أن تنطبق عليه ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني لا نسبا ولا حسبا ولا دين ولا عقيدة وهو مقدمة الدجالين كلهم أعود إلى كلام أمير المؤمنين وإياكم والدجالين من ولد فاطمة ماذا فعل بنا الدجالون من ولد فاطمة لقد فعلوا بنا الأفاعيل وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين هؤلاء خارجون من منظومة طيب الولادة وإن كانوا ينتسبون انتسابا حقيقيا أسريا إلى فاطمة القضية ليست في الانتساب القضية ليست في الولادة الناتجة عن زواج شرعي بحسب أنظمة التقنين الشرعي لحياتنا اليومية هذا كتاب الاختصاص للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة الخامسة والثمانين يتحدث المفيد عن سعد بن عبد الملك الأموي أموي هذا من داخل الأمويين عن أبي حمزة الثمالي بسند المفيد عن أبي حمزة الثمالي دخل سعد بن عبد الملك وكان أبو جعفر إمامنا الباقر يسميه سعد الخير هذا هو سعد الأموي أموي أموي دخل سعد بن عبد الملك وكان أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه يسميه سعد الخير وهو من ولد عبد العزيز ابن مروان مروان ابن الحكم لعنة الله عليه أحد أولاده عبد العزيز هذا من ولد عبد العزيز ابن مروان وهو من ولد عبد العزيز ابن مروان دخل على أبي جعفر على الإمام الباقر فبين ينشج كما تنشج النساء كان يبكي بكاء عاليا واضحا له نشيج له صوت فبين ينشج كما تنشج النساء فقال له أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه ما يبكيك يا سعد قال وكيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في القرآن بن أميه فأنا منهم فقال له لست منهم لست منهم أنت في منظومة طيب الولادة لست منهم ولذا فإن الإمام يسميه بسعد الخير فقال له لست منهم أنت أموي منا أهل البيت أنت أموي النسب هذه ولادة عرفية من هنا حدثتكم عن المعنى الحقيقي لطيب الولادة أتمنى عليكم أن تتابع هذه الحلقات بدقة في بثها المباشر وفي إعادتها لأن المطالب حساسة جدا ما يبكيك يا سعد قال وكيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في القرآن فقال له لست منهم أنت أموي منا أهل البيت أما سمعت قول الله عز وجل يحكي عن إبراهيم عن إبراهيم الخليل فمن تبعني فإنه مني هذه منظومة طيب الولادة سلام 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 على الطيب الطاهر على محمد بن أبي بكر سلام سلام على قلبه النقي سلام على عقله الحكيم سلام على ذلك الناصر الوفي سلام سلام على ذلك الشيعي العلوي سلام دائم متواصل على محمد بن أبي بكر أمير المؤمنين يقول محمد ولدي ولدي ولكن من صلب أبي بكر نذهب إلى فاصل يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولی عند نعمتي يا غياثي عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا ملجأي عند اذتراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا يا لا الغاب يا الغاب علام الغيوب يا غفار الغيوب يا ستار العيوب يا کاشف القروب يا مغلب القلوب يا طبیب القلوب يا منبر القلوب يا انیس القلوب يا مفرج الحموم يا منفس الغموم سبحانك يا الله الغاب بالصال النور ولائل عليا أحب إلي من الانتساب إليه كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تختصر كل هذا وإياكم والدجالين من ولد فاطمة هؤلاء ينتسبون إلى فاطمة انتسابا حقيقيا سعد ابن عبد العزیز ابن مروان ابن الحكم الباقر يقول له لست منهم أنت أموي منا أهل البيت أقرأ عليكم من الجزء السابع والعشرين من بحار الأنوار للمجلس الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والأربعين بعد المئة الحديث الأول ينقله عن احتجاج الطبرس نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين يا علي ما أحلى هذا الاسم يا علي تفوح رائحة الطهر من هذه الحروف عين لا مني عبق الجمال بكل معانيه سمو الحق بكل تجلياته إن الحديث عن علي وإن الحديث عن علي يعلو ويعلو ويعلو النبي يقول لأمير المؤمنين يا علي يا علي يا علي لا يحبك إلا من طابت ولادته ولا يبغضك إلا من خبثت ولادته ويحبه قد يكون الكلام ناظرا إلى طيب الولادة من جهة الوالد والوالدة لكننا إذا أتممنا الحديثة فإن الحديثة عن منظومة طيب الولادة يا علي لا يحبك إلا من طابت ولادته ولا يبغضك إلا من خبثت ولادته ولا يواليك إلا مؤمن قد يكون متولدا من الزنا مر علينا الكلام ولا يواليك إلا مؤمن وَلَا يُعَادِيكَ إِلَّا كَافِرٌ إِنَّهُمُ الْكَافِرُونَ الَّذِينَ ذُكِرُوا في آية الغدير في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة الذين كفروا بالغدير وكفاروا الغدير على صنفين صنف احتمى بسقيفة بني ساعدة وصنف احتمى بسقيفة بني طوسي ألا لعنة على السقيفتين يا علي يا علي لا يحبك إلا من طابت ولادته ولا يبغضك إلا من خبثت ولادته ولا يواليك إلا مؤمن ولا يعاديك إلا كافر هذه أحاديثهم واضحة جلية في المضمون الحقيقي لهذا العنوان طيب الولادة الحديث الثالث والذي أقرأ نصه من الصفحة السادسة والأربعين بعد المئة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحبنا أهل البيت فليحمد الله على أول النعام ولذا الحديث هنا عن العنوان الأول هم الذين عنونوا هذا العنوان أولا هذا التقنين من رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله هو الذي يقول من أحبنا أهل البيت فليحمد الله على أول النعام قيل وما أول النعام قال طيب الولادة ولا يحبنا إلا من طابت ولادته هناك من أبناء الزنى الذين يولدون بحسب أحكام الأديان الضالة الكافرة هل هم يولدون ولادة طيبة من جهتي التقنين الشرعي بحسب ديننا صحيح أن زواج كل أمة شرعا بحسب التنظيم والتقنين للحياة الاجتماعية معترف به لكنني لا أريد أن أخوض في هذه المعاني السطحية أنا أتحدث عن الولادة الحقيقية الوالد الحقيقي محمد وعلي الانتماء إلى الوالد الحقيقي هو الذي يعطينا معنى الولادة الطيبة ستأتينا التفاصيل تباعا ولا يحبنا إلا من طابت ولادته من كان جزءا من منظومة طيب الولادة من أحبنا أهل البيت فليحمد الله على أول النعم قيل وما أول النعم قال طيب الولادة ولا يحبنا إلا من طابت ولادته الحديث الرابع عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه من أصبح يجد برد حبنا على قلبه فليحمد الله على بادئ النعم قيل وما بادئ النعم قال طيب المولد الحديث الخامس عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي يا علي من أحبني وأحبك وأحب الأئمة من ولدك فليحمد الله على طيب مولده فإنه لا يحبنا إلا من طابت ولادته ولا يبغضنا إلا من خبثت ولادته نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر الغاب يا دليل المتعيرين يا قياس المستقيفين يا سريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيبة دعوة المضطرين سبحانك يا راحم المضطرين يا راحم المضطرين يا راحم المضطرين خلسنا من أننا أثار طيب الولادة أن نكون جزءا من هذه المنظومة أثار طيب الولادة الزيارة الجامعة الكبيرة تحدثنا عنها من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك هذه الجملة هذه الجملة تحدثنا عن آثار منظومة طيب الولادة وعن آثار منظومة خبث الولادة من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك إلى أن تقول كلمات الزيارة الجامعة الكبيرة سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وظل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم إلى بقية المضامين التي تجري في هذا المجرى لكن الكلام يختصر في هذه الجملة من أتاكم نجا نجا ومن لم يأتكم هلك أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وأقرأ أيضا عليكم من حديث الكساء اليماني أمير المؤمنين بعد أن سأل رسول الله عن فضل جلوسهم تحت الكساء اليماني في بيت فاطمة وقال ما قال رسول الله فماذا قال أمير المؤمنين أمير المؤمنين إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة سلام عليكم طبتم 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 فادخلوها خالدين سلام عليكم هذا الخطاب للذين ينتمون إلى منظومة طيب الولادة إذن ما هو التعريف الدقيق لطيب الولادة التعريف الدقيق والموجز والمركز لطيب الولادة الانتماء العقائدي لفاطمة وانتهينا وانتهينا الانتماء العقائدي لفاطمة هذا هو معنى طيب الولادة في ثقافة العترة الطاهرة الانتماء العقائدي ليس هناك من حديث عن انتماء نسبي عرفي فإن من من ولد فاطمة دجالين كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الواقع يشهد بهذا إن كان في زمان أئمتنا أو في زماننا اليوم طيب الولادة هذا هو تعريفه الانتماء العقائدي لفاطمة وإذا أردت أن أشرحه بتعريف يكون أوضح طيب الولادة تصديقنا تصديقنا لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فهما الوالدان الحقيقيان هذان هما الوالدان الحقيقيان وستأتينا الروايات والأحاديث بهذا الخصوص في الحلقات القادمة تصديقنا لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما المصدق المصدق من قبل فاطمة فهي الصديقة الكبرى الصديقة الكبرى التي تصدق تصديقنا للوالد الحقيقي لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما الانتماء العقائدي لفاطمة تصديقنا لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما المصدق من قبل فاطمة والمؤدي هذا التصديق من قبل فاطمة لتصديقنا للوالد الحقيقي والمؤدي والمؤدي إلى طهارتنا إلى تطهيرنا تكوينا وتشريعا ومن هنا فإن المولود من الزنا سيدخل في هذه المنظومة إن سار في مسار الخير الحقيقة واضحة وجلية جدا وهذه هي ثقافة العطرة قارنوا بين الثقافة التي تأخذونها من هذه النافذة من نافذة قناة القمر وبين الثقافة الخرائية التي يتقيأ بها على رؤوسكم مراجع الحوزة الطوسية الخرائية قارنوا بين هذا وهذا طيب الولادة الانتماء العقائدي لفاطمة وبشرح أكثر تصديقنا لمحمد وعلي فهما الوالدان الحقيقيان تصديقنا وانتسابنا إلى الوالدين الحقيقيين إلى محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما المصدق هذا التصديق يكون مصدقا المصدق من قبل فاطمة والمعدي إلى طهارتنا إلى تطهيرنا تكوينا وتشريعا نحن إذا ما ذهبنا إلى حديث الكساء إلى حديث الكساء اليماني وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ماذا قال الله للملائكة وهو يحدثهم عن محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء هذا الكون ينتمي إليهم كل شيء في هذا الوجود ينتمي إليهم هذا انتماء تكويني واضح كل شيء منسوب إليهم وجبرايل وهو يتحدث معهم يخبرهم من أن الله يقول ما من شيء إلا لأجلكم ومحبتكم كل ما في هذا التكوين كلمات حديث الكساء واضحة وواضحة جدا لا شأن لي بالذين يضعفون هذا الحديث يضعفونه سند يضعفونه متن فليذهبوا بقذارتهم إلى منظومة خبث الولادة الإبليسية وليذهب إلى الجعيم المضمون واضح والانتساب التكويني واضح كل شيء ينتسب إلى فاطمة ومن هنا فإن طيب الولادة هو الانتماء العقائدي لفاطمة والذي يؤدي إلى تطهيرنا تكوينا وتشريعا هذا هو الانتماء التكويني لما سأل جبرئيل سأل الباري سبحانه وتعالى ومن تحت الكساب فماذا كان الجواب هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها هذا عنوان الانتماء التكويني والتشريعي لأن الله سبحانه وتعالى قالهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هذا عنوان التشريع هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها وما قبل التشريع كان الحديث عن التكوين إني ما خلقت سماء مبنية إلى آخر ما قرأته عليكم قبل قليل فهناك انتساب تكويني يظهره لنا هذا الانتساب التشريعي لأن التشريع لسان يخبر عن التكوين هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها في الكتاب الكريم في سورة البينة في الآية الخامسة بعد البسملة نسبة الدين إلى فاطمة واضحة جدا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ هذه القيمة فاطمة أحاديثهم أخبرتنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول القيمة فاطمة وإن لم ترد هذه الروايات ليس هناك من قيمة للدين في ثقافتنا في ثقافة الذين يقولون نحن شيعة إلا فاطمة وما أمر إلا ليعبدوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ هذا هو الانتماء الديني الشرعي العقائدي لفاطمة سبحانه وتعالى نسب الدين لها وجعل الدين منسوباً بعبارة واضحة وصريحة في هذه الآية وذلك دين القيمة لا أريد أن أقف عند الآية وشرحها المقام ليس منعقداً لهذا هذه كلمات قرآنهم وكلمات أحاديثهم تخبرنا عن الانتماء وعن الانتساب التكوين التكوين والتشريع لفاطمة هم فاطمة وأبوها أبوها ينتسب إليها هذه منظومة طيب الولادة لا علاقة لها بالأعراف وإلا كيف ينتسب الأب لابنته وكيف تكون أما لأبيها نحن نتحدث في جهة أخرى هذا هو حديث الحقيقة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها وبعلها ينتسب إليها أيضا هكذا يريد الله مثل ما أراد الله أن يسجد جميع أهل الملأ الأعلى لأبينا آدم سجد الملائكة سكان الملأ الأعلى سجد لأبينا آدم وحين أراد إبليس أن يسجد لله طرده الله ولعنه فإن الله يريد أن يعبد من حيث هو يريد سبحانه وتعالى الله هو الذي نسب دينه إلى فاطمة لست أنا وذلك دينه القيمة من هنا يعرف الذين تابعوا أحاديث عبر السنين الطويلة لا أبدأ حديثا لا أبدأ درسا لا أبدأ محاضرة لا أؤلف كتابا إلا وبدأته بي يا زهراء وهكذا لا أصلي صلاة لا أصوم صياما لا أقوم بأي أمر مهم حتى تكون البداية من هنا يا زهراء هذا هذا هو مفتاح الدخول إلى منظومة طيب الولادة الله هو الذي نسب دينه إليها لست أنا وذلك دينه القيم الله هو الذي نسب محمدا إليها ونسب علي إليها هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها وهذا هو الذي يريده الله ويريده محمد ويريده علي وتريده فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حينما نقرأ في زيارتها فإن المضامين التي أشرت إليها تأتي واضحة جلية أقرأ عليكم من مفاتيح الجناء من زيارة الزهراء ونحن نخاطبها وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء إذن طيب الولادة هو الانتماء العقائدي لفاطمة وبشرح أكثر تصديقنا لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما المصدق من قبل فاطمة والمؤدي إلى طهارتنا وتطهيرنا تكوينا وتشريعا حيث الانتماء التكويني إلى فاطمة وحيث الانتماء التشريعي إلى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء وهذا ما نجده واضحا في الزيارة الجامعة الكبيرة وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا طيبا لخلقنا هذه منظومة طيب الولادة وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا فهل تريدون شرحا أو تفصيلا أو ترتيبا أو تنظيما أو بيانا أوضح من هذا هذه الكلمات المجازة تختصر كل الذي قدمته لكم في هذه الحلقة وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا مصداق واضح من مصاديق الذين ينتمون إلى فاطمة عقائديا أقرأ عليكم من رجال الكشي هذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي طهران إيران إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي في صفحة السادسة الحديث الثالث عشر بسنده عن زرارة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات على أمير المؤمنين وعلى أبناء أمير المؤمنين من أئمتنا المعصومين الإمام يقول ضاقت الأرض بسبعة بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون منهم سلمان الفارس والمقداد وأبو ذر وعمار وحذيفة وكان علي يقول وأنا إمامهم وهم الذين صلوا على فاطمة فاطمة استثنتهم فاطمة منعت الأمة بقضها وقضيضها من الصلاة عليها لكنها استثنت هؤلاء لماذا لأنهم من أبناء منظومة طيب الولادة ما المراد من ذلك الانتماء العقائدي لفاطمة فاطمة صدقت تصديقهم لمحمد وعليه الذين يضعفون زيارة الزهراء خائبون هؤلاء ألا تلاحظون أن الحقائق تتجلى كالشمس مشرقة في رائعة النهار إنها لوحة متكاملة بمضامينها بناء مرصوص يشد بعضه بعضا ما بين منطق العقل السليم وبلاغة القرآن وجمال الأدب العربي ووقاع التأريخ وكلمات الزيارات والروايات والأحاديث ووجدان شعي يرقص طربا وفرحا لحلاوة الإيمان هذه ولطلاوة المودة والمحبة لفاطمة وأهل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم الحقيقة جلية بينة لا تحتاج إلى كثير من الكلام لكن المشكلة فينا صدقوني المشكلة فينا فينا جميعا المتحدث والمستمع المشكلة فينا نحن بعيدون عن فاطمة بعيدون عن فاطمة نحن أقرب إلى أعدائها من أوليائها هذه مشكلة الدين الأعراب ثقافتنا ثقافة أعرابية إنها ثقافة سقيفة بني ساعدة والتي تحولت إلى ثقافة سقيفة بني طوسي ألا لعنة على سقيفة بني طوسي ألا لعنة 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 حتى تنقطع الأنفاس وبعد أن تنقطع الأنفاس ألا لعنة على سقيفة الطوسيين ثقافتها الناصبية والقذرة هي التي جعلتنا في هذا الموقف الشيعة على طول خطهم بسبب الثقافة الأعرابية في حالة جفاء مع فاطمة وإن كانوا يظهرون حبها أو كانت دموعهم تسيل على خدودهم إذا ما ذكر الذي جرى بين الباب والجدار القضية أعمق من ذلك وأكبر من ذلك نحن ننتمي إلى فاطمة تكوينا وتشريعا ومر الكلام في هذا فإذا أردنا أن نكون جزءا من منظومة طيب الولادة لابد أن ننتمي إليها انتماء صادقا نذهب إلى فاصل الله ما أني أسل كبسمك يا مؤمن ويا مهيم يا مكبن ويا ملقن يا مبئن ويا محبن يا ممکن ويا مزين يا محبن يا محبن ويا مقسم سبحانك يا الله الغف يا مرحبن يا ممهو في ملكهي مقيم يا ممهو في سلطانهي قدیم يا ممهو في جلالهي عظيم يا ممهو على عبادهي رحيم يا ممهو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من رواة الحديث الذين عاشوا زمان الغيبة الأولى الغيبة الصغرى بحسب المشهور فإنه توفي سنة 274 للهجرة الغيبة الأولى انتهت سنة 329 للهجرة والبرقي توفي سنة 274 للهجرة هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 114 الباب التاسع والثلاثون عنوان الباب باب الاغتباط عند الوفاة الاغتباط الفرح والسرور أئمتنا هكذا حدثونا من أن فرحنا الحقيقية سيكون عند وفاتنا سنعرف قيمة معرفتنا وقيمة اعتقادنا بولايتهم والبراءة من أعدائهم باب الاغتباط عند الوفاة الحديث الرابع بسنده بسند البرقي عن عبد الحميد ابن عواط قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا بلغت نفس أحدكم هذه يشير إلى المذبح يشير إلى موضع الحلق إلى الحلقوم إذا بلغت نفس أحدكم هذه إنها اللحظات الأخيرة من حياتنا قيل له أما ما كنت تحزن من هم الدنيا وحزنها فقد أمنت منه ويقال له أمامك رسول الله وعلي وفاطمة صلوات الله عليه هكذا يخبروننا أئمتنا يحدثوننا عن الذين سيخبروننا من الملائكة يقولون لنا ما كان يسبب لكم الأحزان فقد انتهى وانتهى زمان الخوف فقد أمنتم وأمن من لجأ إليكم ويقال له أمامك رسول الله وعلي وفاطمة إنهم أئمة الأئمة أمامك رسول الله وعلي وفاطمة صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين الحديث الخامس بسنده بسند البرقي عن عبد الحميد الطائي قال قال أبو عبد الله إمامنا صادق صلوات الله عليه إن أشد ما يكون عدوكم كراهة لهذا الأمر إلى أن بلغت نفسه هذه وأومأ بيده إلى حلقه وأشد ما يكون أحدكم اغتباطا سرورا وفرحا بهذا الأمر إذا بلغت نفسه إلى هذه وأومأ بيده إلى حلقه فينقطع عنه أهوال الدنيا وما كان يحاذر فيها ويقال أمامك رسول الله وعلي وفاطمة ثم قال لشيعته مخاطبا عبد الحميد الطائي أما فاطمة فلا تذكرها لماذا يا ابن رسول الله لماذا لأن الإمام يعرف سوء معتقد الشيعة في فاطمة ويقال أمامك رسول الله وعلي وفاطمة هذا هو السبب هذا هو السبب في أننا نجد الكثير من الأحاديث ونجد الكثير من الأدعية والزيارات تخلو من ذكر فاطمة المشكلة فينا المشكلة فينا ويقال أمامك رسول الله وعلي وفاطمة هذه هي الحقيقة هؤلاء أئمة الأئمة ثم قال أما فاطمة فلا تذكرها وهذا هو سبب إصراري دائما على ذكر فاطمة وأقولها لكم صريحا لن تجدوا لن تجدوا بيانا شافيا قطعا بحدودنا بحدود وحدودكم لن تجدوا بيانا شافيا في مقامات فاطمة إلا في برامج قناة القمر عودوا إليها واطلعوا على التفاصيل التي ذكرت وإذا كنتم في شك من قولي فقارنوا قارنوا بينما يذكر على المنابر وما يذكر عبر الفضائيات وما كتب في الكتب وبين الذي عردته عبر السنين الطويلة في مقامات فاطمة وكل ذلك موجود على الشبكة العنكبوتية هذه الكلمة مؤذية جدا الإمام الصادق يطلب من الشيعة أن لا يتحدث فيما بينه هذا الكلام لا يتحدث به الشيعة إلى النواصب من أن الشيعية عند موته يكون مغتبطا يكون فرحا ويقال له أمامك رسول الله وعلي وفاطمة هذا كلام يتحدث به الإمام لشيعته كي يتحدث به فيما بينهم ومع ذلك فإن الإمام يوصي عبد الحميد الطائي يقول أما فاطمة فلا تذكرها وهذا هو الذي يجعلني أقول من أننا أقرب إلى أعداء فاطمة من أوليائها إذا كنا نريد أن نكون جزءا من منظومة طيب الولادة علينا أن نعيد حساباتنا علينا أن نعتقد بإمامة فاطمة عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك وادرسوا العقيدة السليمة هناك واعتقدوا بإمامتها ويقال أمامك رسول الله وعلي وفاطمة ثم قال مؤلمة هذه الكلمة مؤلمة أما فاطمة فلا تذكرها نذهب إلى فاصل يا من لا يرجى إلا فضله يا من لا يسأله إلا أفضله يا من لا ينظر إلا بره يا من لا يخاف إلا عدنه يا من لا ينظر يا من لا يدوم إلا ملكه يا من لا سلطان إلا سلطانه يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبغت رحمته غضبه يا من أحاط بكل شيء علمه يا من لا ينظر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الاحاديث مؤلمة الحديث السادس عن عبد الله بن ابي يعفور يحدثنا عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول قد استحييت الامام يقول قد استحييت مما اردد هذا الكلام عليكم ما بين احدكم وبين ان يغتبط ان يفرح الا ان تبلغ نفسه هذه يشير الى حلقومه الى حلقه قد استحييت مما اردد هذا الكلام عليكم ما بين احدكم وبين ان يغتبط الا ان تبلغ نفسه هذه واهوى بيده الى حنجرته يأتيه رسول الله وعلي ولم يشر الى فاطمة صلوات الله عليها يأتيه رسول الله وعلي فيقولان له اما ما كنت تخاف منه فقد امنك الله منه واما ما كنت ترجوه فامامك الامام يقول قد استحييت لماذا لان القوم لا يفقهون لان القوم لا يفقهون وهذه هي المشكلة المستمرة فيما بيننا قد استحييت مما اردد هذا الكلام عليكم هذه لقطات مؤلمة جدا والاحاديث كثيرة ووفيرة في مثل هذه المضامي نحن في برنامج تلفزيوني له طبيعته لا استطيع ان اتناول كل شيء في وقت ضيق محدود وبعض الاحاديث اذا اردت ان اردها فانها ستفتح اسئلة وتلك الاسئلة لا بد ان يجاب عليها صار واضحا لدينا ان منظومة طيب الولادة تبدأ من عند فاطمة وتنتهي عند فاطمة هذا المضمون الذي تحدثت عنه زيارة الحسيني المطلقة الاولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان والتي رواها عن الكافي ورويت في كتبنا الحديثية المهمة الاخرى عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا نخاطب الحسين الشهيد انا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد اليك التمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة اليك والسبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك حركت في كفالتك والقراءة الصحيحة في كفالتك وان كان هناك من يقرأها في كفالتك القراءة الصحيحة في كفالتك من الدخول في كفالتك التي امرت بها وان كان هناك من يقرأها التي امرت بها وقد حدثتكم في برامج سابقة عن الكفالة الحسينية حدثتكم بالتفصيل الكفالة الحسينية منظومة هو عنوان هو عنوان يحمل نفس معنى عنوان طيب الولادة منظومة طيب الولادة هي هي منظومة منظومة الكفالة الحسينية هي هي بالتمام والكمال أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد اليك التمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة اليك والسبيل الذي لا يختلج لا يختلج لا يضطرب لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك التي امرت بها وتستمر الزيارة من اراد الله بدأ بكم الى اخر ما جاء في تفاصيلها المضمون الذي نقرأه في مقدمات زيارة وارث وزيارة وارث هي الاخرى من الزيارات المطلقة التي لا تخصص بزمان ولا مكان السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم والموالي لوليكم والمعادي لعدوكم هذا الكلام يبين لنا معنى الانتماء العقائدي لفاطمة وآل فاطمة فهذا المضمون ثابت لفاطمة قبل أن يكون ثابتا لسيد الشهداء عبدك وابن عبدك وابن أمتك نحن عبيد لفاطمة وأباؤنا عبيد لفاطمة وأمهاتنا إماء لفاطمة هذا المضمون هو مضمون الانتماء العقائدي لفاطمة لماذا لم يأتي التركيز بسببنا لماذا لم يأتي التركيز على هذا الموضوع بخصوص فاطمة بسببنا مثل ما قال إمامنا الصادق لعبد الحميد الطائي من أن الحقيقة هي هذه أمامك محمد وعلي وفاطمة ولكن قال له أما فاطمة فلا تذكرها فهذه المضامين ثابتة لأئمة الأئمة أولا ثم تكون ثابتة للأئمة المحجوجين بهم وأئمة الأئمة ثلاثة محمد وعلي وفاطمة فهذا المضمون عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق حينما نخاطب الحسين هو ثابت لمحمد وعلي وفاطمة أولا وبعد ذلك يكون ثابتا للحسن المجتبى وللحسين الشهيد وإلى أئمتنا الأطهار إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إلا أن هذا المضمون في أصله لمحمد وعلي وفاطمة فهم أئمة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خلاصة القول كان في نية أن أتناول ملامح طيب الولادة في الكتاب الكريم لكن الوقت قد انقضى لم يبقى عندي إلا القليل لذا سأترك هذا لحلقة يوم غد حيث سأبدأ حديثي معكم بملامح منظومة طيب الولادة في الكتاب الكريم هناك حزمة من آيات القرآن تحدثنا عن ملامح وعن أركاني وخصائصي منظومة طيب الولادة هذه خلاصة القول فيما بيّنته وشرحته لكم في هذه الحلقة بدأت بدأت من العنوانين الذين ذكرتهما لكم في الحلقة الماضية خطة محمد وآله وخطة إبليس وآله وهنا تتدفق العناوين ما بين العناوين الرحمانية والعناوين الشيطانية وبدأت بهذا العنوان وإنما بدأت به لأن ثقافة العترة الطاهرة تبدأ به طيب الولادة حدثتكم عن المضامين العرفية والشائعة بين الناس لطيب الولادة وأعرضت عن ذلك وقلت لكم من أنني أحدثكم عن المعنى الحقيقي لطيب الولادة تشقق الحديث ما بين آيات وأحاديث إلى أن وصلت معكم إلى هذا التعريف من أن طيب الولادة هو الانتماء العقائدي لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها تذكروا هذا التعريف طيب الولادة الانتماء العقائدي لفاطمة وشرح ذلك بنحو موجس تصديقنا لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما المصدق من قبل فاطمة والمؤدي بنا المؤدي إلى طهارتنا تكوينا وتشريعا وعرضت ما عرضت من الكلمات الشريفة من قرآنه من زياراته من أدعيته من رواياتهم وأحاديثهم أعتقد أن صورة باتت واضحة أما منظومة خبث الولادة فإن معناها يتجلى بالمضادة لأن حقائق الأشياء تستبين من خلال بيان أضادها فما هو المضاد لكل المعاني الجميلة التي ذكرتها لكم في بيان حقيقة منظومة طيب الولادة كل المعاني التي تضاد هذه الحقائق تنطبق على منظومة خبث الولادة إذن نحن ما بين خطتين خطة محمد وآله وخطة إبليس وآله ومن آثار هاتين الخطتين نحن ما بين ولادتين هناك ولادة طيبة وهناك ولادة خبيثة أكرر نصيحتي التي ذكرتها في حلقة يوم أمس وفي بداية هذه الحلقة اجعلوا شهر رمضان هذا شهرا لطلبكم هذه الحاجة أن يكون هم حياتكم موافقا لهم إمام زمانكم كي تكونوا أبناء لهذه المنظومة لمنظومة طيب الولادة إنها المنظومة المهدوية الزهرائية الشيعية الأصيلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أخاطب أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الثولان الأغبياء أخاطبكم أنتم أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر